تهاجم أمريكا إيران في العراق فينتفض قادة ميليشيا الحوثي في صنعاء ويدعون للتصعيد ضد الأهداف الأمريكية في المنطقة صنعاء العاصمة العربية الرابعة التي احتفى بإسقاطها قاسم سليماني قبل أكثر من خمسة أعوام بتواطئ خليجي واضح أخرجها الحوثيون للتنديد بمقتله بصاروخ أمريكي الجمعة الماضية الموقف الحوثي المتماهي مع ملالي طهران وأذرعها العسكرية في العراق وسوريا ولبنان برز جليا عبر البيانات والفعاليات المنددة بعملية الإغتيال حيث أقامت الميليشيا صلاة الغائب على سليماني واعتبرت مقتله مغامرة كبيرة من شأنها أن تزيد الأوضاع المتوترة في المنطقة سوء التلميحات الحوثية بمهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في البحر أو إعادة التصعيد العسكري في الحدود عبر إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة ما زالت تحت التجريب وهو ما عبرت عنه تغريدات للقياد في الميليشيا محمد علي الحوثي الذي ما لبث أن حذف تلك التغريدة من صفحته على تويتر تسعى السعودية جاهدة للتواصل مع ميليشيا الحوثي في محاولة لعزلها عن طهران عبر الترغيب وفتح بوابة حوار مباشرة بعيداً عن الحكومة الشرعية غير أن تلك التحركات لم تصمد أمام أول اختبار حقيقي على الأرض العلاقة بين الحوثيين وطهران ليست وليدة اللحظة أو من صنع الصدفة بل هي علاقة ارتباط جنيني واضح الملامح ولم يعد سراً وظهر إلى العلن مع الاعترافات الإيرانية المتوالية بتزويد الحوثيين بالأسلحة وصولاً للاعتراف السياسي عبر فتح سفارة للحوثيين في طهران وكانت تقارير أمريكية كشفت عن وجود أكثر من أربعمائة من عناصر الحرس الثوري في صنعاء بقيادة عبد الرضا شهلاي الذي أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة مالية كبيرة للإدلاء بمعلومات عنه محاولة ميليشيا الحوثي التصدر في هذا الظرف يراه مراقبون محاولة لتضخيم حجم قدرتها العسكرية في التأثير وخطوة لتخفيف الضغط على طهران وقبل كل ذلك التأكيد على عمق العلاقة بين ملال صعدة وطهران وفشل كل محاولات فصل التوأم السيامي عبر بوابة المفاوضات والاسترداء التي تقوم بها الرياض بدعم من واشنطن